ايام عراقية الرابع عشر من تموز في الرابع عشر من تموز عام 1958 اسقاط النظام الملكي وإعلان الجمهورية العراقية بعد قيام تنظيم الضباط الأحرار في الجيش العراقي بحركة عسكرية ناجحة لإنهاء الملكية حظيت بتأييد الجماهير حيث سيطروا خلال الثورة على مؤسسات الدولة الحيوية في بغداد من معسكرات ومراكز اتصال إضافة إلى السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإذاعة بيان الثورة كما تم تبادل إطلاق النار مع حرس قصر الرحاب الملكي والذي تسبب بمقتل الملك فيصل الثاني والأمير عبدالإله وآخرين من عائلة الملك أما رئيس الوزراء الأسبق نور السعيد فقد تمكن من الهرب والاختباء لكنه قتل في اليوم التالي وفي الرابع عشر من تموز عام 2003 وفاة الخطيب الحسيني والأديب الشيخ أحمد الوائلي والذي يعد من أهم خطباء المنبر الحسيني في العراق والعالم الإسلامي حتى لقب بعميد المنبر الحسيني ولد في النجف الأشرف عام 1928 وتلقى العلوم الحوزوية في مدينته وأضاف لها التحصيل الأكاديمي فالتحق بكلية الفقه وتخرج منها عام 1962 ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية من معحد الدراسات الإسلامية التابع لجامعة بغداد عن رسالته أحكام السجون بين الشريعة والقانون ليحصل بعدها على الدكتورة من كلية العلوم بجامعة القاهرة عن أطروحته استغلال الأجير وموقف الإسلام منه عام 1972 واثنين وسبعين أنشأ مدرسة خطابية جديدة مختلفة عن سابقاتها بجمعه بين البحث العلمي والخطابة المؤثرة والشعر والأدب وقد استقطب إليه شريحة واسعة من المستمعين على مدى أجيال اضطر لمغادرة العراق أواخر السبعينيات بسبب مضايقات نظام صدام ولم يعد إليه إلا قبل فترة قصيرة من وفاته له مؤلفات عدة منها ديوانه الشعري وكتاب نحو تفسير علمي للقرآن الكريم إضافة إلى آلاف المحاضرات الدينية المسموعة والمرئية